السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء الأساسداء وزميلات الأستاذات وإخواني وأخواتي المتتبعين والمتتبعات وكل من يشاهد قناة تكوين مصطب الارتدائي تحية ثربوية إذن سأحاول في هذا الفيديو القصير إن شاء الله أن أتمم الحصة الأخيرة من القراءة الوظيفية فقد قمنا سابقا بنشر الحصة الأولى والحصة الثانية الآن ننشر الحصة الثالثة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل شرس وكذلك التعليق على الفيديو إذن لا دعي لقراءة النص فقط قرأته في الحصة الأولى والحصة الثانية النص هو أمامنا نص التلوث مرفوق ببعض الصور إذن نمر مباشرة لعرض مقترح جدادة وفق العمل بالمجموعة إذن كالعادة المكون والكراءة المستوى السلس من التعليم بتدائي المجال حميد بأحق الإنسان عنوان ضرط التلوث المدة 3 دقيقة حسب من أجل قديم الأستاذ نمش إذن مواصفات متعلمين لم أغير مواصفات وصلت شبه حضر المزودة الكهرباء والماء وتغذية الهاتف والأنترنت يعتمد سكانه على التجارة والخدمات والنشطة الفلاحية المستوى الثقافي للأسر متواضع حيث أغلب الأباء والأمهات لم يتجاوزوا السلك الإعدادي الفصل غير متجانس لوجود فلوقات فرضية ذكاءات متعددة إقاعات مفترفة في التحصيل يضم ثلاث فئات متمكنون في طور التحكم متعثرون إذن بسم الأهداف الحصة يقرأ المتعلم نص قراءة سليمة ومعبرة ومتسيمة بجودة الآداء وسلامة النطق وتلوين الصوت الهدى الثاني يستثمر النص في إغناء تعلماته وحصيلته المعجمية واللغوية المكتسبات السابقة كل ما كتسبه المتعلم حول البيئة والطبيعة فك الرمز اللغوية فهم نقرأ مكتسباته في الدرس اللغوي إذن أول مرحلة في الأنشطة وفق العمل المجموعات إذن هي التميد شكل عمل جماعي فرضي في مدة ثلاث دقائق دعم سلسائل البداقجية صور ومشاهد إذن طرح أسئلة التذكير والربط بين الحصة السابقة واللاحقة مثل معن والنص الذي درسناه في الحصة السابقة أذكر أنواع التلوث أذكر بعض أسباب التلوث المائي ما هي أضرار التلوث يجيب المتعلم عن الأسئلة ويصحح المتعلم كذلك إجابات زملائه إذن هذه مرحلة التمهيد بعد ذلك تأتي محلات القراءة قراءة النموذجية والفردية شكل العمل في مجموعات مدة الزمانية 10 دقائق دعمة الوسائل البداقجية صبورة الكتاب أوراق تسجيل الأخطاء قراءة نص قراءة جهرية بعد قراءة الأستاذ النموذجية وتسجيل الأخطاء من طرف غير القارئين لتسحيها بعد القراءة مواشرة إذن المتعلمون تمكن يقرؤون النص كاملا أولا بينما المتوسطون يقرؤون فقراتا وأخيرا المجموعة غير متمكنة تقرأ جملا من النص الاستماع الجيد إلى القارئ وعدم تشويش عليه مهما يرتكب من أخطاء تسجيل كل تلميذ الأخطاء التي يسمعوها إذن في هذه المرحلة هي نفسها نفس الأنشطة كما في المرحلة في الحصة الثانية فقط هنا نركز على الفئة المتعطرة يعني دعم مندمج المرحلة الثالثة الثالثة هي بحث الاستثمار في المرحلة الأساسية فهد الحصة شكل العمل في مجموعات متجانسة العمل عفوا المدة الزمنية خامسة عشر دقيقة الدعم في وسائل بيداقوجيا صبورة وأوراق التحرير إذن هنا في هذه المرحلة يتم تركيز على الربط بين القراءة والدرس اللغوي من خلال طرح أنشطة متعددة ومتدرجة مثلا الأساليب عبر عن مواقف متنوعة انطلاقا من هيكلة هذه الفقرة ومع انتشار نقط هذا في و ولا وإننا إلى آخر السؤال الثاني اشرح أثر سيء في الاستماع عن موسيخة الصاخبة تالثان ابحث في النص عن جموع هذه الكلمات خطوة سيارة مركبة السؤال الرابع استخرج من نص كلمات بها همزة مصطرفة وعلي سبب كتابتها على الحرف الذي رسمت عليه وأخيرا مناقشة البحث مع الأستاذ والزمراء بحث الذي قمنا بتكليف التلاميذ بإنجازه في الحصة السابقة إذن هنا كل مجموعة تنجز ناشط من هذه الأنشطة وذلك بعد إنجاز قرعة وسحب رقم السؤال من الصندوق بعد الانتهاء من العمل تعرض كل مجموعة عملها للمناقشة وتصحيح إذن المرحلة الأخيرة هي مرحلة إعداد القبلي شكل العمل في مجموعات المدى الزمن دقيقتان دعم وسائل بدوجية صور وملفت إذن هنا سوف يتم تكلف كل مجموعة بالبحث والإعداد للنص المقبل وذلك للإجابة على السؤال عن كيف يتعلم العميان والقراءة توزيع المهم بين المجموعات وبين أفراد كل مجموعة إذن هذه هي الحصة الآخرة الحصة الثالثة أتمنى أن تكون يعني أن تكون شاملة ويعني قمت بإدراء جميع المراحل والخطوات إذن وإلى هنا أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة